استشهد شبان فلسطينيان اليوم وأصيب أخرون برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بحالة اختناق عقب اقتحام مخيط بلاطا شرقي نابلوس وحاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة أبو رزق في حارة الجمسين وسط المخيبة وهاجمته بعدة قضائف فيما اعتلى عدد من القناصة أسطح بعض المنازل ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخلنها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغازي السام المسيلي للدموع هذا وأطلقت المقاومة في غزة صواريخ باتجاه الكيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم ردا على قصف طائرات الاحتلال أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع الليلة الماضية مع دخول العدواني يومه الخامس والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 33 فلسطينيان حتى الآن